ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر سهيل وضح من التصريحات التي تسبق هذه الزيارة وهذا اللقاء أن الملفات كثيرة ولكن ما الذي يأتي في المقدمة؟ نعم بالتأكيد في مقدمة هذه القضايا ستكون قضايا طائرات الـ F-16 لأن هذا يعتبر أمر مهم جدا بالنسبة للجانب التركي كما أن تركيا والولايات المتحدة كلاهما في حلف شمال الأطلسي النيتو والتركيا ترى أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون عسكري أفضل بين الجانبين تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأمريكية والتركية شهدت فتورا نوعا ما وهناك مساعي من قبل الجانبين لإعادة الدفء لهذه العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن وتأتي هذه الزيارة في هذا الإطار الولايات المتحدة كانت اعترضت منذ سنوات على محاولة تركيا الحصول على منظومة صواريخ S400 الروسية والتي ترى أنها لا تتناغم مع القدرات العسكرية والتسليحية لحلف شمال الأطلسي النيتو والآن ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري أن تتخلى تركيا عن هذه المنظومة العسكرية الروسية كما أنه سيكون ضروري على الجانبين الحديث بشكل مطول عن الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية في أوكرانيا وكيفية التعامل مع أزمة الغذاء العالمي والبشاكل الاقتصادية وسيكون هناك أيضا تناول لانضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي النيتو وسيكون هناك أيضا حديث عن الداعية فتح الله جولن الذي تطالب به تركيا والذي يحظى بلجوء سياسي هنا في الولايات المتحدة حيث يتواجد في ولاية بنسلفينيا وترغب تركيا بتسليمه أن تسلمه الولايات المتحدة لتركيا نظرا لما تعتبره ضلوعه في محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا عام 2017 وبالتالي هناك الكثير من القضايا التي سوف تكون جدول الأعمال بين الجانبين هل هناك أي تغييرات في موقف الإدارة الأمريكية من مسألة تسليم صفقة طائرات F-16؟ حتى اللحظة لا يمكن أن نتحدث عن وجود أي خروقات أو اختراقات في هذا الموضوع لأن الموضوع مرتبط بقناعة الكونغرس الأمريكي الكونغرس الأمريكي معطارد على تسليم هذا النوع من السلاح لتركيا في الفترة الحالية ولا بد أن يكون هناك نوعا من الحوار بين تركيا وأعضاء في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين من أجل تسهيل هذه القضية وتذليل العقبات التي تقف في وجه تسليم السلاح ولذلك فإنه من المتوقع خلال الزيارة أن يجتمع وزير الخارجية التركي بعدد من الشخصيات في الكونغرس الأمريكي سواء من مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الجمهورية والديمقراطية سريعا تسهيل عندما أعلن التركيا أنها يمكن أن ترفض انضمام السويد وفنلندا لحلف النيتو وخرج الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت وقال أنه يستطيع أن يقنع تركيا بقبول العضوية للدولتين ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن خلال هذه الزيارة في هذا الملف نعم هناك الكثير من الإغراءات التي من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة لتركيا الولايات المتحدة ممكن أن تقدم دعما في مجالات مختلفة لتركيا وأيضا من الممكن أن تضع قضية فتح الله جولان أيضا على الميزان هناك أيضا حديث عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات في مجالات اقتصادية ومالية تركيا شهدت انهيارا في المجال المالي والاقتصادي ويمكن للولايات المتحدة أن تعمل على دعم تركيا في هذا المجال عدد كثير من القضايا التي في متناول الولايات المتحدة والتي من الممكن من خلالها أن تحث تركيا لكي توافق على انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف النيتو ترجمة نانسي قنقر